السلام عليكم أصدقائي صديقتي كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة معكم ساتي من قناة أفكار بيتي كيف العادة كنتشكركم كاملين لتعالقة الرائعة ديالكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير المهم اليوم أجيت بغيت نشارك معكم شي حوي شريتهم ومن بعد غدا نصيب شي وصفات وغادي نشاركهم معكم حتى وما دابا بغيت نشارك معكم غير الشنودرت بالنسبة للداب اللي عندهم بالنسبة للناس اللي عندهم تشاقوقات في القدم في الكعبة ديالرجل عندهم تشاقوقات يعني وعندهم سموريا بزاف ديالحوج ما يقدروش يعريوهم ما يقدروش يلبسو صندالة غاهية إلى بالنسبة للتشاقوقات ما تلبسوش صندالة اللي كتكون قاسها حاولوا تلبسو صندالة ميديكال أو صندالة رطبة وتقاشرات في الليلة لقدرتوا لي هادي رابعة تقاشراش مو معنى حسن نديروا الوصفة ونقول لكم كيفية نديروها مهم بداية نشارك معكم البرودوية لشريس الناس اللاي نريد كلمات نريد كلمات ونريد كلمات ونرى تقاشر نهار ونرى الكلمات ونرى الكلمات دعنا نكمل هذا الفيديو أمي زكارة من معدنمان دعنا نكمل هذا الفيديو دعنا نكمل هذا الفيديو هذا الفيديو لا تقوم بعمل هذا الفيديو في 160 ريال نحن نكمل هذا الفيديو وعندنا هنا زيت الجليسيريل نكمل معكم هذا الفيديو غير رجلين لا تريد أن تخذها من الطارق هذا الفيديو غير رخيص هذا الفيديو غير رخيص هذا الفيديو لدي هذا وعند فازلين فازلين تبقى اختياري اخودي اللي بغيتي انا تحمقني فازلين ديال العود هذه ديال العود ريحتها خطيرة انا من الناس اللي كي عشقوا العود البخور الروح ديال العود كان بغي دائما تكون حويجي او فيه تكون في ريحة ديال العود يعني انت خرجوا فيك ريحة ديال العود بالنسبة لهذا الفازلين ومنعوش لكم ديريها في ديك رجليك ديريها حدودني كورشي لها البخور بس بقى خاطر الريحة مهم هادي الوصفات بالنسبة هادي الوصفات ديال الرجلين ومنسوش ناخدينا معها هادي طبيعة الحال كيف ما قلنا هادي ضرورية بس بقى خاطر الريحة 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 هادي اللون هادي هذا بالنسبة اللي بغاه هذا الرقم ما ثلاثة اول كيف لكم رقم ثلاثة انه مقرد السيطة هو السيطة هذا هو مقرد السيطة قال أرانج هو السيطة هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم وغوز براسك وغوز براسك هذا الرقم 187 وعوز هذا هو النمرة ثلاثة هذا هو واحد الغوز واحد الغوز باردة مع الكاميرا ما كيبانش مزيان هذا هو واحد الغوز زويون دي والصيف ما زال غنشري منه واكيد الفيرني هذا ضروري من يديري اي اسباع وخصك ضروري يدير الفيرني باش كتبان بغيون شو كتبان زويونة المهم كانوا هدو هما المشتري سدينا بغين نشاركوهم مع اصدقاء دينا وحبابنا نشاركو معكم اي حاجة درناها وان شاء الله غادي نديرو وصفات بالنسبة كيف ما قلنا رجلي كيف ما قلنا ان شاء الله غادي نصيب هاد الكريم هيدا عدتشو صارحة صارحة هدلي كتعجبو فازلين شوفو بالنسبة الرجلي نديرو نشو ما اللي بغيتو بغيتو دي الحامض اللي بغيتو انا كنستعمل هادي كتعجبني بالنسبة فيها قطيكم واحد الريحة دي العود كأنك ينبخرة بالعود كأنك ينبخرة بالعود كان تطلع مني واحد الريحة واعرة مهم كان هدا هوا الفيديو دي اليو ما وبغي نشاركو معاكم المشتري بالنسبة لي كلك بالنسبة لجليسيرين كنستعمل هو خص من رخاس و لكن سماو مناسب و الترتب واعر و تقيل و ان شاء الله هادي نشاركو معاكم بزف الحواج و كيف ما كتلكم كانوا هدوا هدهما المشتريات ديالي وإلى فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة شكرا لكم بزاف للمشاهدة وإلى فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة السلام عليكم أصدقائي صديقاتي كنت منكم تكونوا كامنين بخير وعلى خير بصحة جيدة كيف أحوالكم كل شي مزيان كيف دارين مع هذه الحرارة كل شي بخير معكم صاتي من قناة أفكار بيتي وصفات طبيعية وصفات الطبخ خرجات أي حاجة نشاركوها مع بعضياتنا مهمة يومة بغيت نشارك معكم واحد سيروم خاطر للشعر وعر 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 عمرك ما غير تشكي من شعرك جربتوا بتجريبة جربتوا وعر كي عندو واحد الريحة خاطرة واحد الروطو بلش عرزوينة أنا ما غنقوش لكم رحكي طوال وكذا هذا كيرتب شعر بالنسبة لك انشاركي تخبل طغية هذا بالزربة كيفوك الشعر احنا نشرحو دابة وهذا كما كتشوفو كيراتين كولاجين فيه كولاجين كيراتين فيه واحد الريحة فيه واحد الريحة زمينة فاش كتري في شعرك كيشي وعر أما لصيبتي شعرك ودرسي منو راسلو شوار درسي واحد شوية ودعنتي بي شعر او تاني حاجة واحد اخرى وعر كيخلي واحد الريحة زمينة أنا شريتوا نكون لكم دابو واحد جس سمانات يمكن ما كاملينش من اللي كتخضي دوش ديالك او كتخوص لي شعرك يعني لكن شي من الناس اللي كتخوص لي شعرك يوميا كسب غير ريحة تكون في شعرك ديمة زمينة وكتديري هذا راهوار اه كيخلي الزغبارة طبا زمينة اه مش يعانقول لك أنا ركي طوال وكده هذا راهير كي رطبو وكيعطي واحد اللمعة زمينة وتامان ديالو جيد 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 مناسب مغاريش اه دير غير شي دير 30 درهم دير 30 درهم دير 30 درهم وعجبني أنا بزاف بالنسبة للصغبة ما كنت تهلك موالو مع السوش وارو ودك شي النصحك بهذا هذا احسن ما جربت أنا وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم بزاف كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم بزاف وان شاء الله غدي نشري واحد جديد لانو هذا راهكمل أنا حتى اكملته هذا راهكمل ما بقاش في اشتو غمشي اليوم ومنيت نشري واحد اخر ونجيب واحد ثاني ونشاركو معاكم يعني انا كنتستعملوا بزاف يعني انا شارك معاكم بزاف ديال الواصفات ودك شي ونشاركو معاكم بهذا وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم بزاف لانو عجبني وجربت معاكم غمدا اي حاجة عجبتني غالي نبدأ نشاركها معاكم ما عجبتني شغالي نشاركها معاكم وكنتمنى تكونوا باخر وعلى خير و الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة